من البوليدة يقول هل هناك وسيلة شرعية لتفادي الوباء والابتلاءات والمصائب أولا انهنيوا سكان البوليدة بالتخلص والحمد لله من مرض الكوليرة وانهنيوا المرضى والحمد لله الذين منحهم الله حياة جديدة والنبي وصلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا زرنا مريضا نقول له وف بما وعدت نقول له وفر بما وعدتم لأن أي ما إنسان دخل إلى المستشفى ونام على فراش المرض إلا وعد ربي حاجة بنو بن ربي قال يا ربي إذا شفيت نندير هذه الحاجة ملا وفروا انتما بما وعدتم وأما الموت يرحمهم الله هذا المرض يعطيهم الشهادة من مات عند الوباء ربي يعطيه الشهادة ولكن كي لا يكون هناك مرض في المستقبل هذا هو المهم كيف نتخذ من هذا المرض محطة للعودة إلى الإسلام الذي يأمرنا بالنظافة على بلكم الحضارة الإسلامية واسمها في الأمم المتحدة واسمها حضارة غسل اليدين نعم حضارة غسل اليدين الجزائر لي كانت دوخت الناس دوختهم كل رصامين ليرسموا الجزائر واش كان يدوخهم النظافة ولذلك سموها الجزائر البيضاء الجزائر البيضاء بيوتهم بيضاء شوارعهم بيضاء النساء كانوا يبسوا الحائق الأبيض كأنهم قطع من الثلج تمشي في الشوارع على بلكم في عهد الدولة الزيانية التي كانت تحكم تلمسان في عهد الدولة الزيانية اسمع يا تاريخ في عهد الدولة الزيانية كان الخليفة يأمر بيرش الشوارع بالمسك والعنبر كان يجوزوا خدامين خدمتهم يديروا العنبر والمسك يرشوهم في الشوارع هذه الأيام بلدية اليابان رأي يدير ترشف روائح في الشوارع بعد سبعة قرون هام اليابان دوها علينا جزائر كانت تسمى الجزائر البيضاء البوليدة كانت تسمى بليد الوريدة بلدية الظهور هكذا الظهور لحبق عندنا سبق لأن البوليدة معروفة بستدار معروفة بعيون الماء معروفة بعلعوينة أما لا اسمع إلى القرآن وهو يقول عن هذه الابتلاءات والوباءات التي تصيب الأمة القرآن يحدد السبب فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنتم الذين خلفتم شريعة الله أنتم الذين تركتم الوضوء وتركتم غسل اليدين أنتم الذين تعديتم على الطبيعة أنتم الذين أفسدتم الوديانة والشواطع وقنوات المياه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأما كيف نتفادى الوباء والبلاء فاسمع إلى القرآن وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا الذي يتق الله لا يعني أنه لا يقع في المصائب بل يقع في المصائب ويقع في الإبتلاءات ولكن الفرق بين وبين غيره أن الله يجعل له مخرجا كما هذا المصيبة اليوم الحمد لله رب يجعل لنا مخرج رب يجعل لنا مخرج يعني لو كان قاتل شامل كان يموت الملايين من الناس الآلاف المؤلفة من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله رب يعطينا تذكير زوج موتى مئتين مرضو براء ولكن رب يذكى فينا يا عبادي اتقوا الله اتقوا الله في البيئة في الطبيعة في أنفسكم الإسلام يأمركم بغسل الأيدي قبل الأكل والوضوع قبل النوم والوضوع للصلاة والاغتسال من الجنابة ويقول لرسول الله وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر ثيابك فطهر الإسلام لا ينتقى مع النجاسات الثوم الثوم يأخذ ثوم حلال لبص الحلال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا مسجدنا هذا الإسلام يتلقاش مع رائحة الكريهة يتلقاش مع الأزبال يتلقاش مع الأوسخ مكاش الإسلام نظافة الإسلام طهارة الإسلام الإسلام بيئة نظيفة الإسلام احترام للبيئة احترام للصحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداو عباد الله فإن الله لم ينزل دال إلا أنزل الدواء اسمع إلى القرآن وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر آيان حبسه هنا قد جعل الله لكل شيء قدر مكاش بلية تبقى هكذا لا نهاية لها أبشره الحمد لله كل بلية إن الله قد جعل لكل شيء قدر قدر بلية تقعد نهار بلية تقعد يومين سمانة أشهر أسبوع سينا يوسف عليه السلام شاهد ما نام يعني تفسره بعد أربعين سنة ولكن دائما دائما الأمل في الله أن يخرجك من البلوى بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا والله جل جلاله جعل لنا مخرجا والحمد لله شوفوا الناس كيف هبت هبت رجل واحد أمين نظفه الحمد لله ليه نظف في ضارف شوارتاع الدولة أي تنظف المستشفيات المدارس يعني التجار الحمد لله شوفوا الفايدة لي جات من هذه المحنة والله إنها محنة بداخلها منحة إسماعيل القرآن وهو يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون القرآن يعلمنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما يسخطوش ما يكفروش ما يزيدوش في المعاصي ما يزيدوش في الذنوب غير جيه مصيبة يعرب لربي سبحانه ويذكر فيه غير جيه مصيبة أربي ويذكر فينا أما لا وشن ديرو نقوله لربي أربي ويذكر فينا ويشوفك وشن دير يا عبد ماذا تفعل يا عبد الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ونحن نقول جميعا إن لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى